الحرب ذاتها خلقت فوارق لأنه بيجي حرب في دارفور عندك الزرغة والعرب خلقتها ولا خلقتها ينتو يا سيدنا اتخلقت اتخلقت اشتغلت على خطاب الفوارق كتير كحركات الحرب لما بدأ في 84 في جنوب السودان الميديا كله كان بيتكلم أساسا يعني قبلها كان بيتكلم على الانفصالين دين الناس ينفصالين دينين يفصل الجنوب فدي بيجي حاجة راسخة في كل غوص الناس يعني وقوله ومنه في عركة انفصالية بعد ذلك جاءت العملية بتاعت لما بيجي في مناطق تانية بيجي مع الجنوب بيجي في العفارقة ضد العرب وبيجي في الآلة 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 اللي بيتغزي الكلام دي كل الطرفين غزوا الخطاب دي يعني ما فينا ملائكة لا في ملائكة في الصادة لا في ملائكة كل الطرفين مختلفين تصوروا جزء من سكان السودان بينهم مستعمرين بينهم استعلاعين بينهم سيطروا على الدولة السودانية الوضع ده طبعا عمليا دك موجود لكن بيعني لا لا عمليا موجود انه في يعني في يعني في مجموعة معينة مستيطرة على المعارض في مجموعة معينة مستيطرة على السلطة كل الحاجات دي لكن المجموعة دي تلو راجعت وارد ذاته انت بتلقاها يعني في موضوية في الحكاية دي ظروف موضوية ظروف موضوية يعني مثلا قول لما جاءت السودانة الجنوب بيقى ثلاثة ليه لانه نمر أربعة كان هيدولي منه مثلا النيل الأزرق وجنوب كردفان زيروا لم ينجوا أحد لانه أساسا ما في يعني ما في موحيلات في الوقت دا فبيقى هنا لكن في النهاية المجموعة دي ذاته ما بنت الموحيلات في المجموعة اللي هم جوه فاستمر الموحيلات ذاته في منطقة محددة يعني انت بتجيب داير مفتش مفتش بيجيب زول أخوه المتعلم بيجيب داير محاسب كلهم داير بيجوا من منطقة واحدة في النهاية بتلقى دي في الناحية التانية بتخليق يعني أحقات الطرف التاني ما بيفهمه انه دا حاجة موضوية واقع يعني في الوضع خلقات ظروف محددة خلقات ظروف معينة بيفتكرة انه دا استهلاع وده يعني حيما على لكن لما انجهت برضو جزء من التعليم وتك كان جزء من خطابكم للأسف دا الحاجة الموجود طبعا دا الحاجة الزول بيشوفه في الريف انه بيشوف الوضع دا كله في جهة معينة ومستحوزة هذا حتى كلامه وكلامك فقد الشاعر دا في خطاب جهوي عالي جدا جدا برضو ما اشي في نفس الحتة دا طيب حسنة احنا يومو ق Serie طيب حسنة احنا بذنو والخطابة الجحوي هسنة اذا لمعرف خطابة اللي شاحوي كان من الحامش للمدينة حسنح الخطابة الجحوي بيجو من المركز بيجو من المركز لل Drive لكن المركز هو شعر بانو سيفقد المركز سيفيفقد المركز سيفقد المركز هم لازم يدافعوا عن المركز ويدافعوا عن المركز بالخطاب دي الخطاب الجاوي هنا ده انت زول إعلامي ومتابع في الشعر يبقى واضح ما بدي الصوتاني يقول لك ناس فلندا يشعروا البلد يشعروا السلطة يشعروا شنون وجايين يعني زي عملية بتاعة الروس قادمون ده موجود أساسا كل الناس شركاء فيه بقى أهلة بتاعة الدفاع دفاع على المقتصبات دفاع على المقتصبات دي يعني خطاب ان احنا برضه مفروضنا عليهم وما بدعال يجيلي في المواطنة ما بدعال يجيب الدستور